هلووووو انا كيندو وليوم بدي فرجيكم كيف تشتغلوا ببلندر 2.8 اول شي بتكون تعملواه هو انو تطلعو على وابن بفيس الن 어떤 ب• turn BLENDER 2.8 من هونيك بياخدخون على ال timeline پاج وبتتأكدوا انه هاي دي المعلومات اللي هوني مضبوطة للكمبيوتر تبعك تعمل لها download اوكي صار عمتكن بلندر 2.8 وفتحتو وستغربتو شو بتكن تعاملوا بهيدي الصوفتور ما بتعرفوش فيه طيب نطلع هوني على الاكس بطن نفقسه ومعد نطلع فيه ever again ويت لحظة لحظة نطار شوي كنت عم بمزح بس والله خليك بالنسبة لبلندر بتفقس ال middle mouse button هيدا الزر النصاني على الماوس تبعك اذا حركتو بتعمل zoom in و zoom out واذا فقستو يعني كبستو فيكم تبرمو حول الobject تبعكم تفقسو shift وبتكبسو لحتى تحركوه بهيدي الطريقة واذا شي مره بطل الكاميرا تشتغل بشكل مزبوط او ال viewport تبعك بشكل مزبوط فيك تفقس ال object تبعك اللي هو الكيوب هيدا المرة وتفقس الفقس اللي هي النقطة على يمين الكيبورد وتفقسو وبيعمل zoom in or focus على ال object تبعك غير عن هاكي في هدول الفقسات اللي هون اذا فقست هيدا مثلا هيدا الموف بطن بيصير فيك تحرك ال object تبعك ctrl z على الكيبر تبعك بيعمل undo اذا حطيت الكيوب هون وقررت انو انا ما بدي هيدا الشي بقى بدي ارجع لورا بفقس ctrl z وبيعمل undo هيدا الفقسي هون بيصير بتعمل rotate rotate هو يعني ان بتبرم ال object تبعك هدول الالوان المختلفة هي كرمل تضل عم تبرم بس مثلا بال z axis اذا كان بدك تحركه مثلا بهيدي الطريقة فيك تفقسو وتعمل هيك بس يعني شوي imprecise هيدا الطريقة ما بفضله انا شخصيا وفيك كمان تبرمه بشكل exactly كيف انت شايفه اذا تقسد هيدا الابيض مثلا كمان شوي imprecise او ممكن تختلف ال result عدله هيك ما بفضل استعمله انا شخصيا بفضل ضل بس على هدول الملونين اللي هوني هيدا هي scale يعني بتكبر و بتزغر كمان انو بهدول الملونين بتكبر و بتزغر بس بهدول الاتجاهات يعني بهيدا الطريقة مثلا اما اذا بدك كمان فيك تفقس s على الكيبورد تبعك و كمان بيعمل scale بس بيعمل uniform scale يعني يكبر كله يتسوع كل الاتجاهات الجي هو الكيبورد shortcut تبعت هاي الموف وفيك تحركه وين ما بدك بس لانو شوي imprecise بالنسبة لهدول الفائستان الكيبورد shortcut طبعا انو شوي imprecise او ممكن يعطوك result انت منك متوقعه فلهيك انا بفضل اني بس استعمل هدوله اللي هوني ال rotate كمان احيانا الواحد بيعوزها فهي ال R key على الكيبورد تبعك R اول شي لازم تكون فائسه لل object تبعك و يكون selected و اذا فقست R على الكيبورد بتبرم حسب ال view تبعك اذا فقست ال object تبعك و فقست tab تطلع على edit mode بيصير فيك تمسك هدول النقط وتحركون كيف ما بدك استعمل هدولي اكتر شي ازا عيوزت بفور هدول الارقام بكل جهة من الكيبورد بيعملوا اشياء مختلفة يعني مثلا 1 على numpad يغير اتجاه اللي انت شايفه لقدام هيدا front orthographic view متل ما بيقول هون وهيدا بس من قدام ال object تبعك و اذا فقست 3 بتشوف right orthographic view انت شايفه يعني هلا لهيدا ال object من اليمين اما اذا فقست 1 على الكيبورد تبعك من فوق الاحروف من فوق فقسات الاحروف بتاخدك على vertex mode يعني انه فيك تفقص هدول النقط اللي موجودين هون وتحركون ساعة و اذا فقست 3 تاخدك على face mode يعني فيك تعمل selection لوجوه هدل object I think that's the right word for faces عكل احوال كمان فيك تفقص 2 من فوق الاحروف رقم 2 و بيصير فيك تعمل selection للاحروف الحرف ال object لانقول عنا هدول ال vertices و بدنا نعمل لون merge انا ما بتذكر شو هي ال merge او من وين بدي لقي هيدا ال option اسلام فبفقص F3 على الكيبورد تبعي وبكتب merge بعدين طلع هوني mesh merge نفقص at center there it's merged يعني بيصير search bar بيصير بيساعدك انك تلاقي ال option اللي انت عم تدور عليه مشان اذا مسلا ضيعت او كنت عم تطلع على tutorial online او اللي هو و عمل اشي عال سريع و ما قالك الا شو هي اصلا ال option لحتى تعمله بتعمله search على ال search bar و كل شي من يحي اخر شي بدي فرجيكم اياه هو ال workspaces تبعون بلندر هوني بتلاقي ال different workspaces و هني متسمعين على حسب شو انت بدك تشتغله بال software sculpting workspace هو كل ما اذا بدك تعمل sculpting يعني نحت UV editing texture paint shading animation rendering compositing et cetera et cetera هلا كمان في هدول المنوز اللي هوني والoutliner بيكون list عم كل شي موجود بقلب السين طبعك بقلب هيدا المساحة الثلاثية الابعاد فيه متل ما نكون شايفين الكاميرا بس اف اسا بتصير صفرة هوني وهوني عنا ال properties panel هلا ال properties panel فيه كتير شا راح خليه لبعدين بس هدول بشكل عام على طول راح نكون عم نستعمل هيدا ال properties panel والoutliner اللي هوني فهدول الاتنان المنوز كتير مهمين فكتب اسو ان وبيبين كل الاب بيبين لكم options زيادة كده اكتر شي عن الابجكت بتبعونكم مسلا اذا عملنا selection لهيدا وعنا قررنا ان ننزيحة هيك بتشوف هوني ال y axis عم يتغير رأمه لحتى يفرجيكم ال coordinates عن وين موجودة هيدي ال object بالمساحة تبعتنا الثلاثات الابعد فهايدي اذا رجعت رجعت عالصفر ترجع على النص نفس الشي بالنسبة لل rotation فينا حتى اذا بدكم انو متحطو او متعرفو رأم معين بتكون تحطو فيكم بس هاكي تمسكوه وتزيحو يمين او شمال لحتى تزيدوا الرأم او تنقصوا كل هدول ال options هكي بيشتروا في هوني كمان تازو المختلفين تبعونه tool هو tool اللي عم نستعملون هدول ال tools اللي هوني هلا عم نستعمل move tool فانبين هون هيك بس كمان فيك تلاقي نفس ال options هدولة هوني بال properties panel نفس الشي view هو اللي علاقة بال viewport او نسيت كمان اقول انو لحتى تعملوا redo انو ترجعوا اللي عملتوا undo تفقصوا ctrl shift z بيرجع بيقدم اقدم كمان ازا اخدت هيدي ال object و بدي رجع على النص ctrl z ctrl z طب ازا قررت انو انا غلطت ما كان لازم ارجع لورا بعمل ctrl shift z ctrl shift z و بيرجع كمان ازا بتكن تعملوا hide ازا بتكن تخبوا هايدي المانيو اللي هوني بتفقصوا t و بترو نفس الشي عن هايدي بتفقصوا n و بترو او بترجع بتفقصوا n و t لحتى تبينون all right بعتقد هيدا كل شي وهيدا كيف تشتغلوا ب blender 2.8 اول ما تفتحوا ازا عجبكن هيدا الفيديو واستفدتوا منو بليز فقصوا ال subscribe button و فقصوا كمان الجرس كرمال تعرفوا لما بتجي next video بالفيديو الجاي بدي فرجيكم كيف تعملوا texturing بنفس السابتوير يعني انو تقدروا تلونوا الموضل تبعتكم من بعد ما عملتوا اللي modeling for now buh-bye buh-bye